أكد صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن جوهر حقوق الإنسان هو الحفاظ على النفس البشرية وصيانة كلامتها هذا ودع سموه إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبناء أسس نظام عالمي يعزز من قيم السلام والتعايش بين الشعوب والقضاء على النزاعات والحروب في كل مكان وشدد سموه على أن مملكة البحرين نجحت في إرساء منهجية متميزة على صعيد صيانة واحترام حقوق الإنسان مرتكزة في ذلك على منظومة تشريعية وقانونية عمادها مبادئ الشريعة الإسلامية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في هذا المجال وقال سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا الخميس ويقام هذا العام تحت شعار حقوقنا حرياتنا دائما إن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله استطاعت وباقتدار أن ترسي نموذجا رائدا في مجال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدا سموه أن المسيرة مستمرة نحو مزيد من التحسين بالشكل الذي يسهم في رفع اسم المملكة وسمعتها في مختلف التجمعات الإقليمية والدولية ونوه سموه إلى أن صيانة واحترام حقوق الإنسان تعد مكونا أصيلا في الثقافة البحرينية فالمجتمع البحريني عبر السنين اتسم بالتعايش والمحبة والوئام الذي تغذيه أرضية صلبة من التنوع المذهبي والفكري فكانت البحرين ولا تزال الوطن الذي يحتضن جميع من يعيش على أرضه دون تفريق أو تمييز وأكد سموه أن هذا التنوع الفريد داخل المجتمع البحريني كان وسيبقى مصدر قوة وعاملا أساسيا تستند عليه البحرين في مسيرتها التنموية فنحن لدينا خليط متجانس يضرب به أروع الأمثلة في الانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن وتقدمه وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تفتخر وتعتز بأنها صاحبة المبادرة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال مقترح صاحب الجلالة عاهل البلال المفدة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تحت مظلة الجامعة العربية الأمر الذي يؤكد مدى إيمان البحرين العميق بأهمية حقوق الإنسان كقيمة سامية ومنجز حضاريا للبشرية وقال سموه أن عطاء البحرين الإنساني وجذورها الحضارية القائمة على التسامح والانفتاح على الآخرين قامت عليها نهضتها المعاصرة ومجتمعها المدني المنفتح وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان بما يحمله هذا اليوم من قيم إنسانية نبيلة يعد فرصة للعمل نحو مزيد من التحسين لواقع حقوق الإنسان ومواجهة كل ما يمثل تهديدا لحياة البشر في مختلف أرجاء العالم وأضاف سموه أن مملكة البحرين تشارك العالم توجهاته لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات وضمان حقوق البشر في كل مكان في العيش بأمن وسلام واستقرار مشددا سموه على ضرورة إلاء مزيد من الاهتمام بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي كمنطلق نحو حياة كريمة ينعم فيها الجميع بالرخاء والازدهار وحذر سموه من خطورة ترك المجال أمام خطابات الكراهية والطائفية لتنال من وحدة الشعوب ومساعيها على طريق التقدم داعيا سموه إلى مساندة كل تحرك كل تحرك غايته تعميق التفاهم بين الشعوب والثقافات وأشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجهود التي تقوم بها في الحفاظ على المنجزات الحقوقية والتطورات الإيجابية التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وأثنى سموه على ما تبدله الأمم المتحدة وأمينها العام السيد بان كيمون من جهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها على النطاق الدولي مشددا سموه على أهمية أن يتشارك المجتمع الدولي في دعم كل ما تقوم به المنظمة الدولية من أجل الارتقاء بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان ترجمة نانسي قنقر